السلام عليكم في الفيديو اليوم إن شاء الله رح أسوي لكم وصفة من وصفاتي المفضلة اللي أحبها مرة 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 من الوصفات اللي سويتها من زمان من لما كنت صغيرة وبديت فيها وأحبها إلى الآن اللي هي المسقعة يعني من الوصفات اللي أنبسط عليها وأنبسط لو كان الغدهي فبالنسبة لي وصفة جدا مميزة طريقتها جدا سهلة جدا 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 سهلة قبل أبدأ بالمقادير خلينا أوضح للي ما يعرفون المسقعة أو المسقعة هي أكلة مصرية بس عرفوها المصريين بسبب اختلاطهم مع اليونانيين فهي أكلة مصرية يونانية مرة لذيذة أول شي رح نبدأ بالمقادير رح نحتاج إلى سائل الطبخ من مجموعة الطبخ من لورباك وأيضا رح نحتاج إلى بصل مفروم وثوم مفروم ورح نحتاج إلى بهارات وبهارات إيطالية وفلفل أسود وملح ودجاج مفروم وجبه موزاريلا وبالنسبة للخضار رح نحتاج إلى طماطم وصصة طماطم ومعجون طماطم وبطاطس وبذنجان وكزبرة أول شي رح ناخد سائل الطبخ من مجموعة الطبخ من لورباك هو عبارة عن زبدة وزيت ومرة رهيب لحمس البصل والدجاج فأحب استعمله رح أحطه أول شي ثم رح أحمس عليه البصل والثوم بعد كده رح نضيف عليهم الدجاج المفروم ممكن تستبدلونه بلحم مفروم لو كنتم حابين رح نحركهم لحد ما يتفكك الدجاج ويطبخ ثم رح أضيف عليهم البهارات ثم رح نحركهم مع بعض بعد كده رح نضيف سلصة الطماطم طريقة سلصة الطماطم سبق وسويتها لكم في دقيقة مع آلات ويقوم رابطها تحت في صندوق الوصف ورح نضيف لها معجون طماطم ولو كنتم تحبون أنك الطماطم تكون طاغية زيدوا كثروا من سلصة الطماطم الآن رح نبدأ نشوي البذنجان والبطاطس فبمقلة رح نحط من سائل الطبخ من لورباك ونبدأ نشوح عليها البذنجان رح نترك البذنجان يتشوح مع الجهة الأولى وأول ما يتحمر رح نقلبه الجهة الثانية عشان ينشوى ويتحمر مع الجهة الثانية بعد كده رح نزيد من سائل الطبخ من لورباك رح نكثر شوي منه لأنه رح نحط البطاطس والبطاطس رح يحتاج وقت عشان يقلع فرح نتركه على نار متوسطة ورح نخليه شوي لحد ما نتأكد أن البطاطس انطبخ بعد كده بصينية المسقعة رح نبدأ نحط طماط مقطع شرائح ثم رح أحط البطاطس طبعا مو لازم تعتمدون على ترتيب بالطبقات ممكن تحطونها بطريقة اللي تحبونها بس أنا أحب أول شي حط الخضار ثم أغطيه من فوق بخلطة الدجاج ممكن تحطون طماط وبطاطس ثم تحطون خلطة الدجاج وتغطونها من فوق بالبذنجان فراتبوها بطريقة اللي تحبونها بعد كده رح ناخد شوي من الكزبرة ونقطعهم صغار أو نفرمهم ونرشهم على الدجاج من فوق ثم رح أجيب جبن الموزاريلا وأرشها عليهم من فوق إذا كنتم تحبون الجبن مثلي أضيفوا الجبن أو ممكن تستغلون عنه عادي فبعد ما رشيت الجبن رح أغطيها بقصدير رح أخليها تطبخ في الفرن مدة نص ساعة لدرجة حرارة 180 وبعد نص ساعة كده تكون عندنا مصقعة جاهزة ممكن ترشون عليها من فوق كزبرة أو ريحان رح رح يطعم مرة لذيذ مع المصقعة وبس هذه الوصف اليوم يعطيكم العافية على المشاهدة لو حبيتوها قولوا لي رايككم فيها تحت في الكومنت ولا تنسون تصوروا لي لو جربتوها ترسلونها لي على حسابي في انستجرام أو تويتر تقوم رابطهم تحت في صندوق الوصف المقادير رح اكتبها لكم في صندوق الوصف يعطيكم العافية على المشاهدة ولا تنسون سبسكرايب ولايك ومع السلامة اشتركوا في القناة